المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب أطلقت بأيت ملول دورة تكوينية حول الاستعداد الجيد للمباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تنظيم هذه الدورة التكوينية التي يؤثرها ثلة من الأساتذة الجامعيين يندرج في إطار المباراة الموحدة التي ستنظم لصالح هذه الفئة والتي يستفيد منها على مستواجهة سوسماسا أربعون مشاركا حضوريا من خلالها أننا نساعدهم بشكونوا واجدين لاجتياز هذه المباراة الموحدة الوطنية ودرناها على شكلين الشكل الأول بشكل حضوري وأنتم عارفين بأنه كان هذه المسألة ديال الوباء كورونا والإجراءات الوقائية وإحنا بنا السلامة ديال الجامع يعني اخدينا تلت منطقة الاستيعابية ديال المركز وبالنسبة للشكل الثاني هو الشكل بوسائل التواصل الاجتماعي عن بعد مواد هذه الدورة التكوينية تنصب حول المجالات الاقتصادية والقانونية والإدارية والاجتماعية والدعم النفسي وكذا توفير مجموعة من المعدات للمساهمة في تكوين أفضل لهؤلاء المترشحين